تحية طيبة مشاهدي الكرام أريحة بشار شو صار بأريحة وينني الشبيحة مو على أساس ذبيحة شايف طلعوا نبيحة يا فضيحة لفضيحة يصيح أبو ياسر الفشتكي ساخرا من جيش بشار الأسد الذي يهرب كالجردان من ساحات القتال ألم تصبح المعارك في سوريا كلها كرا للثوار وفرا لجيش النظام ألم يصبح جيش الأسد حتى في أعين مؤيديه رمزا للسخرية والتهكم ألا يصورون الجيش الآن وهو يستبدل أحذيته العسكرية بخفافات رياضية لتسهيل عمليات الهروب الجماعي أليس تشكيل درع الساحل في اللاذقية ودرع الوطن في السويداء دليلا قاطعا على فقدان الثقة بالجيش الباصل أليس المقاتلون الحقيقيون في سوريا هم جنود حزب الله بينما ينهار جيش النظام كالبسكويت أين الذين كانوا يلعاقون حذاء الجندي السوري على شاشة التلفزيون أليس من الأفضل لهم ولهن الآن أن يقبل خفافات الرياضة التي أصبحت شعار الجيش السوري يتساءل آخر ألا يخجل الإعلام السوري من تصوير هزائم الجيش المتلاحقة على أنها عمليات إعادة تجميع ناجحة قال تجميع لكن في المقابل ألا يبقى الجيش العربي السوري الباصل صامدا في أكثر من مكان رغم المؤامرة الكونية ألا يواجه مئات الجماعات الإرهابية في طول البلاد وعرضها ومازال صامدا منذ أربع سنوات يقاتل ببسالة وعقيدة أذهلت العالم ألم يخسر الجيش من قبل منطقة كسب والاقصير وحمص ومعلولة ومورك ومناطق كثيرة في حلب ثم استعادها جميعا أليست الحرب كرا وفرا كما قال سيادة الرئيس بشار الأسد وخسارة معركة لا تعني خسارة الحرب كيف سيكون مصير سوريا فيما لنهار جيشها العظيم ألا يرى الذين يسخرون من الجيش كيف أصبح العراق وليبيا بدون جيش قوي أسئلة نطرح على الهواء مباشرة هنا في الستوديو على الدكتور العميد إبراهيم لجباوي مدير الهيئة السورية للإعلام وعبر الأقمار الصناعية من لندن على سيد هيثم اسباهي الناشط السوري نبدأ النقاش بعد الفصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر